رغم تكالب العدو وتجاهل الصديق لا تزال حجور شامخة تقاوم تحرس نفسها بسواعد رجالها وسط ثبات أسطوري لم يفت فيه كل الخذلان الذي يحيطها إنها حجور أو بالأصح إنهم رجال حجور الذين يشبهون جبالها سموا وصلابة ويكسرون بصمودهم كبرياء ميليشيا تقاتل بسلاح دولة وتحكم بالحديد والنار منذ أربع سنوات تقول المصادر من حجور إن أبناء المنطقة تمكنوا خلال الأيام القليلة الماضية من التقدم في جبال القيم وجبال الشاح والحوج فيما تدور الاشتباكات المكثفة حاليا في منطقة العبيسة المواجهات الأخيرة أسفرت عن مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وأسر خمسة وعشرين منهم في الوقت الذي قتل فيه أكثر من أربعة من أبناء المنطقة وجرح آخرون منطقة عذر هي الأخرى تشهد قصفا مدفعيا عنيفا من قبل الحوثيين وذلك لمنعها عبور تعزيزات كانت متجهة نحو حجور مؤخرا وبعد نداءات مكثفة دخلت مقاتلات التحالف في خط المعركة وأكدت المصادر أن نحو سبع غارات شنها التحالف على ثقنات وتعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي هناك ورغم ذلك كتب أحد الناشطين من أبناء المنطقة في صفحتي على فيسبوك إن مواقع عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في مثلث عاهم لم تساهم في إسناد أبناء حجور ولو بطلقة واحدة رغم قربها الشديد من مواقع الاشتباكات يقاتل أبناء حجور مكشوفية الظهر وبأسلحتهم الشخصية منذ أيام يقاتلون ميليشيا تمتلك سلاح جيش دون أن يلفت هذا الصمود انتباه الرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس هيئة الأركان وكأن ما يتجشمه أبناء حجور اليوم ليست هي ذاتها معركة شرعية مسلسل من الخذلان اعتاده اليمانيون من قبل الشرعية والتحالف فالعدين وعتمة وإب والبيضة ذاقت مرارة ذلك الخذلان يوم ما فهل لا زال هؤلاء يريدون تحرير البلاد أم أنهم انصرفوا نحو أهداف أخرى لا يعرف عنها اليمانيون شيئا